الثالث عصر من التلفزيون المصري مرحبا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار متابعة جهود تسريع وطيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع الموجودة بمختلف الموانئ في ضوء تاحة العملة الأجنبية من الجهاز المصرفي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وموقف تطبيق منظومة الشحن المسبق وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى التزام الإدارات الجمركية المعنية بالسير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل وإجراءات بيع هذه البضائع وفقا لأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية وذلك اعتبارا من اليوم